اشتركوا في القناة وعلى عكس المتوقع يعد هذا متوسط معدل دخل المحامين الإداريين الذين يعملون لدى الشركات التجارية الكبرى ويشرفون على قانونية العقود والتعاملات التجارية وليس المحامون الذين يتولون المرافعة في القضايا الجنائية في المرتبة التاسعة أخصائي أمراض القدم متوسط دخلهم 9700 دولار شهريا ووصل معدل دخل أخصائي أمراض القدم عام 2014 إلى 116 ألف دولار سنويا بالرغم من اعتقاد البعض أن هذا النوع من الوظائف غير مؤثر أو غير مربح ويتطلب التخصص أربع سنوات من الدراسة ثم ثلاثة أخرى للتمرين وغالبا ما يهتم معظم العاملين في هذا المجال بالمساعدة الطبية للكثير من لعبي كرة القدم وغيرهم من الرياضيين في المرتبة الثامنة الصيادلة متوسط دخلهم 9720 دولار شهريا مع تطور شركات الأدوية وظهور العديد من العلاجات العديدة لمختلف الأمراض أصبح هناك إقبال واحتياج أكبر لوجود الصيادلة ووصل متوسط معدل دخل الصيدلي عام 2014 إلى أكثر من 116 ألف دولار سنويا في المرتبة السابعة المراقبون الجويون متوسط دخلهم 102110 دولار شهريا المراقبون الجويون تستعين بهم شركات الطيران لتنسيق حركة مرور الطائرات وهبوطها في المطارات بسلام وأمان وصل متوسط معدل دخل الواحد منهم إلى 122530 دولار عام 2014 ويتطلب الأمر النجاح في عدة اختبارات طبية وأمنية وأكاديمية حتى يصبح بإمكان الشخص أن يعمل في هذا المجال في المرتبة السادسة مهندس البترول متوسط دخلهم 10856 دولار شهريا مهنة شاقة جدا حيث يتطلب استخراج النفط والمواد البترولية من بطن الأرض الكثير من الجهد والوقت ووصل متوسط معدل دخل مهندسي البترول إلى 1302180 دولار عام 2014 في المرتبة الخامسة أطباء الأسنان متوسط دخلهم 12195 دولار شهريا لقد وصل متوسط معدل دخل أطباء الأسنان عام 2014 إلى 146340 دولار سنويا ويتطلب الأمر الكثير من الدراسة في كليات الطب ومن ثم التخصص في مجال طب الأسنان حتى تستطيع أن تزاول هذه المهنة في المرتبة الرابعة أخصائي تقويم الأسنان متوسط دخلهم 12442 دولار شهريا وصل متوسط دخل أخصائي تقويم الأسنان وهم الذين يقومون بتركيب تقويم الأسنان لهدف طبي أو تجميلي إلى 149310 دولارات سنويا عام 2014 يذكر أن مدة الدراسة الأكاديمية المطلوب اجتيازها لكي يستطيع الفرض العمل في هذا المجال تزيد حين المدة المطلوبة من طلاب كليات طب الأسنان بسنتين وقد تصل في بعض الأحيان أربع سنوات إضافية في المرتبة الثالثة الأطباء النفسيون متوسط دخلهم 14912 دولار شهريا وصل متوسط معدل دخل الأطباء النفسيين عام 2014 إلى 177950 دولار سنويا وبالرغم من أنها مهنة مربحة إلا أن الأطباء النفسيين يتعرضون للكثير من الضغوطات النفسية والأعباء التي يلقيها عليهم مرضاهم لمحاولة مساعدتهم في التعايش معها في المرتبة الثانية الأطباء متوسط دخلهم 15600 دولار شهريا إذا نجحت في جامع الاختبارات العلمية والدراسية المطلوبة لتأهلك لكي تصبح طبيبا فبإمكانك أن تجني راتبا عاليا حيث وصل متوسط معدل دخل الأطباء إلى 187200 دولار سنويا عام 2014 في المرتبة الأولى يحل أطباء الجراحة متوسط دخلهم 19429 دولار شهريا بالرغم من وجود العديد من المهن الطبية على هذه القائمة إلا أن دخل أطباء الجراحة استطاع أن يترأسها حيث وصل متوسط معدل دخلهم إلى 233150 دولار سنويا عام 2014 إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟